بعد ربع قرن على بدء عملها في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بعثة المراقبين الدولية المؤقتة تواجه قراراً صهيونياً بشأن إمكانية طردها بذريعة الانحياز للفلسطينيين عمل البعثة الدولية في الخليل لطالما تركز على مراقبة الأحداث وتوثيقها منذ مجزرة الحرم الإبراهيمي سنة 1994 وتتألف البعثة من 64 عضوة يمثلون ست دول مشاركة فيها هي الدنمارك والنرويج وإيطاليا والسويد وسويسرا وتركيا ويمدد عملها كل ستة أشهر بشرط استحصال موافقتين كل من الاحتلال الصهيوني والجانب الفلسطيني السلطة الفلسطينية من جانبها رفضت قرارة لأبيب واعتبرته تخليا عن تطبيق اتفاقيات دولية محذرة من أنه سيخلق أجواء من التصعيد والفوضى وسيدق المسمار الأخير في نعش الاتفاقات الموقعة وأما دوليا فقد اعتبرت الكويت وإندونيسيا العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي أنه ليس من حق الاحتلال الصهيوني إنهاء هذه المهمة كما أعرب العديد من أعضاء المجلس عن أسفهم للقرار مثل بلجيكا وألمانيا وبريطانيا إضافة إلى روسيا والصين شعبيا يرى الفلسطينيون أن الإجراء الصهيوني له علاقة بالانتخابات المقبلة داخل الكيان المحتل ومحاولة نيتنياهو استمالة المستوطنين من اليمين المتطرف إلى جانبه فضلا عن ملاقات القرار دعما وترحيبا أمريكيا تجسد عبر حيلولة واشنطن دون صدور بيان تأسف من مجلس الأمن الدولي إزاء القرار الصهيوني ترجمة نانسي قنقر